دانت الخارجية الأمريكية بشدة الهجمات الصاروخية التي تعرض لها محيط السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد بيانه للخارجية الأمريكية ذكر أن الميليشيات العديد المتحالفة مع إيران والتي تعمل بحرية في العراق تهدد أمن واستقرار البلد والموظفين الأمريكيين وشركاء في المنطقة مرحبة بوصف رئيس الوزراء محمد شاع السوداني هذه الهجمات بأنها أعمال إرهابية وأشدد البيان على أن واشنطن تحص قوات الأمن العراقية على التحقيق الفوري واعتقال مرتكبي هذه الهجمات وتقديمهم إلى العدالة